السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي البرواز برواز الليلة نضع فيه قضية خطيرة أو ملفا خطيرا العنف والجريمة في المجتمع المصري هل وصل العنف والجريمة إلى مدى أو سقف يتعين أن نخاف منه وأن نخشاه هل وصل العنف والجريمة في مصر إلى محطة يتعين معها على المربين والمصلحين وأساتذة الجامعة وصناع القرار أن يقفوا عندها وأن يحاولوا تطويق موجة العنف والجريمة هل وقعت الكمسري الذي أكبر شابين أكبر شابين على أن يقفز من القطار حال سيره ففقدنا أحد الشابين ذهب إلى عالم من لا يعودون وفقدنا قدم الشاب الآخر التي بُترت من أجل سبعين جنيه هل هذا الكمسري استطاع أن يعود إلى بيته وأن يخلد إلى النوم بضمير مستريح هل واقعة محمود البنة ومحمد راجح تعني أكثر من كونها جريمة فردية هل محمود البنة شهيد الشهامة كما سمى رواد السوشيال كان يستحق هذا المصير أن يجتمعوا عليه وأن يوسعوه ضربا وركلا هل الجرائم التي تحدث في دميات والدقاهلية وكل المحافظات والقرى والكفور والنجوع تعبر عن حالة عنف جديدة أو حالة جريمة منقحة مهذبة جريمة جديدة تستخدم فيها أو يستخدم فيها الآثمون التكنولوجيا الجديدة العبوات الحارقة والمطاوي والسنج ويسقط في كل مرة الضحية مجندلا في دمه أو غارقا في دمه ونكتفي بالبكاء خلف الشاشات العنف والجريمة في مصر هل الدراما هل السينما من حيث تقصد أو لا تقصد صدرت آليات للعنف والجريمة الممنهجة هل الذي يقتل بالمطوى أو بالسنجة يحاول أن يقلد نموذجا رآه على الشاشة حلقة قد تكون مؤلمة لكن كثيرين حذروا من تصاعد نبض العنف والجريمة في مصر كان الراحل المؤرخ الكبير الدكتور جمال حمدال صاحب كتاب شخصية مصر أول من حذر من تصاعد موجة العنف والجريمة ودعا إلى تطويقها مبكرا والدكتور جمال حمدان كما صنفته اليونسكو من أهم مئة مفكر في العالم هل الدكتور جلال أمين المفكر الكبير في كتابه ماذا حدث للمصريين ألم يحذر من تصاعد موجة العنف والجريمة الممنهجة المنظمة من السبعينيات فصاعدا لم يكن مشهد الكمساري والقطار والقدم المبتورة هو المشهد الوحيد على خشبة المصرح لم يكن محمود البنى ومحمد راجح والهاشتاجات التي وضعت على هامش هذه الجريمة المروعة للأسرة المصرية لم تكن المشهد الأوحد على خشبة المصرح المدهش آلية العنف والجريمة ومدى العنف والجريمة والأعمار السنية الصغيرة التي تلجأ للعنف والجريمة ملف لابد أن نطرحه بمنتاز شفافية والوضوح ومعنى الممثل القدير والشاعر الأستاذ محمد صلاح الذي أدرك زمن الكبار في السينما والدراما وله أجد نظر تحترم وتثمن غاليا دور السينما والدراما في تصدير مقدار من العنف لم يعتده المجتمع المصري لكن قبل هذا وفي حدود دقائق أقول لأسمى شريف منير التي للأسف تسببت في أن تستعاد مجددا موجة هجوم ضد القد والشيخ الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي يعني لماذا لا تنصرف أسماء شريف منير لما تجيده بالقطع العلم والتفسير ليس هو مجالك بالطبع خواطر القرآن وتقييم الشيخ الشعراوي ليس من مهمتك ولا يمكن أن يوصف الشيخ الشعراوي رمانة ميزان لاستنارة والاعتدال في مصر بعد سنوات من رحيله بأنه متطرف أنت بتقولي أنا لا أثق في كلامه وهو متطرف أنت لا تثقين في كلامه أنت حر فيما تعتقدين لكن ليس مقبولا في الضمائر ولا في الأخلاق السوية أن يهاني الشيخ الشعراوي بعد رحيله ليس مقبولا هذه الإقصائية وليس مقبولا أن يخرج الفنان متحة العدل ويتساءل ما هذا الإرهاب الفكري وأنت تقصد الإرهاب الفكري المين لمن ينبش في قبر الشيخ بعد رحيله ويستخدم أسوأ آليات التشهير ولا لمن يقولون رأيهم بصراحة ووضوح في استفتاء شعبي شهده السوشيال في الأسبوع الماضي ومش في حاجة أنك تقول تكتب لنا تويتة تعلموا الاختلاف يا بشر أنت بتقول لنا ولا بتقول لنفسك تم تقولي الكلام ده لنفسك تعلموا أنتم الاختلاف وتعلموا قبل ثقافة الاختلاف ثقافة تقدير النابهين والعلماء مش كارنفال استباحة اللي يعرف يتكلم واللي ما يعرفش يتكلم الشيخ الشعراوي هو رمانة الميزان في تاريخ العمل الدعوي عبر أكثر من أربعة عقود وبقول يعني حسناً أنه أسماء شريف مونير تراجعت وبدأت تضع على صفحتها على الفيسبوك صوراً للشعراوي وبعضاً من مقولاته لكن ما كانش في داعي من البداية عشان السوكسي الإعلامي والشول الإعلامي أن نغتال سمعة الشيخ في الضمائر والقلوب دي مش كرة بينج بونج بنتلعب بيها ولا كرة نتقاذفها بالأرقاب نتقاذفها بالأقدام الشيخ الشعراوي رمز كبير في تاريخ العمل الدعوي وأرجوك بقى اللي بيقفزوا على القاطرة لما يطلع للرواء مبارح أنت ملحد أنت حر أنت حر مع ربك أن تعتقد أو لا تعتقد هذه مصائر تخصك وفي آخرها تجمعنا وعند الله تجتمع الخصوم لكن ليس من حقك أن تشاهر ليس من حق الرواء محمد داود أن يشاهر أو أن يصف الشيخ الشعراوي بأنه رائد التنمية الرجعية في سخرية من فكرة التنمية البشرية ليس من حق هؤلاء أن يخرجوا في موجة استباحة للرجل الذي استطاع أن يحفظ شمعة الاستنارة والاعتدال في مصر وإنتوا بتقولوا الشيخ عمل وعمل أيام كنتم جزءا من علم الغيب الشيخ دا شارك في ثورة 19 والشيخ دا حفظ القرآن كاملا وهو في الحادية عشرة من عمره والشيخ دا لما توترت العلاقات بين القاهرة والرياض قبل حرب 73 تدخل لإصلاح العلاقة وترميمها وبدأ سلاح النفط الشهير في حرب أكتوبر والشيخ دا جلس إليه الصغير والكبير والبر والفاجر جلس الجميع بين يديه يتلقون علما صحيحا مش كل أسبوعين ثلاثة بقى تطلعوا لنا بحملة وأنا بشكر كل الشباب كل الملتزمين كل ربات البيوت الذين شاركوا في حملة الدفاع عن الشيخ وأكبروا آليات التشهير ومحاولات التشهير أن تتوقف الشيخ الشعراوي عالم والأمم والشعوب المحترمة هي التي تحترم العلماء قال أبو حامد الغزالي إذا مات العالم بكاه الحوت في الماء والطير في الهواء يفقد وجهه ولا ينسى ذكره وسئل سعيد بن جبير يا أبا عبد الله ما علامة هلاك الناس قال إذا هلك علماؤهم إذا هلك علماؤهم الشعوب الأمم المحترمة تضع العلماء المتحققين المتثبتين بالعلم الشرعي في مقدمة الصفوف وانفلات العنف والجريمة سبب غياب الشعراوي وأمثال الشعراوي عن المشهد الخيوط والخطوط والملفات تتداخل لكن ملفنا الليلة ملف ساخن العنف والجريمة في مصر الصورة بلا مكياج بلا أصباغ ولا مساحيق ومعنا على الطاولة الممثل القدير الأستاذ محمد صلاح نبدأ رحلة القراءة والإبحار فابقوا معنا عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم قالها قبل رحيله لا تقلق من تدابير البشر فأقصى ما يستطيعون أن يفعلوه أن ينفذوا إرادة الله هكذا قال الشيخ الشعراوي رحمه الله قبل رحيله ومن ثم فالشيخ الشعراوي لا يحتاج إلى من يرتدون روب المحامة للدفاع عنه انفجار طيار الدفاع عن الشيخ الشعراوي داخل الفضاء الأزرق ومواقع السوشيال ظاهرة صحية تؤكد أن داخلنا خيرا وأننا لا نسمح بإهانة الرموز ولا نسمح أن تكون آليات التشهير الرخيص وسيلة للشوء الإعلامي أو السوكسيل الإعلامي دور على الشوء الإعلامي بأي طريقة إلا على جثامين العلماء إلا على جثامين الرموز الذين نحترمهم ونجلهم اختلف زي ما أنت عاوز اجتهد ومن حقك أن تكتهد من حقك أن تتفق وأن تختلف لكن ليس من حقك أن تهين رمزا ليس من حقك أن تستخدم بغل أسود موتور أسوأ وأخس آليات التشهير هذه ليست طريقة مثلى للشهرة وبقول للأستاذ متحة العدل اللي بيقول إن ده إرهاب فكري الإرهاب الفكري الحقيقي أن يهان رمز رحل عن الحياة والإرهاب الفكري الحقيقي ألا تقبل أن يساءل من أهانه والإرهاب الفكري الحقيقي أن يصبح الرموز الذين قدموا لهذه الأوطان شيئا غاليا أن يصبحوا كلأا مستباحا لمن يعرف ومن لا يعرف القضية لا علاقة لها بالحريات لكن لها علاقة بمكانة الرموز في قلوبنا قبل أن نتطرق إلى ملف العنف والجريمة نجدد الترحيب بالممثل القدير الأستاذ محمد صلاح الذي أدرك زمن الدراما الجادة وزمن الفن الرفيع وزمن الكبار أهلا بك أستاذ محمد أهلا بك يا دكتور أشكرك على مقدمة جميلة لك بالتأكيد الذي عمل مع حسام الدين مصطفى والذي كانت له أدوار مثمنة غاليا في مسلسل عصر الآئمة والذي كانت له أدوار تمثل بصمات في تاريخ الدرامة التليفزيونية في مسلسل القضاء في الإسلام والذي أدرك نادر جلال وأدرك الكبار وعمل داخل بلاتوهات يقودها هؤلاء الكبار أكيد له وجهة نظر فيما تفوه أو تلفظ به البعض عن الراحل الشيخ الشعراوي قبل أن تطرق إلى الملف ماذا تود أن تقول طبعا ده تطول يعني ليس له تواجد أصلا البرنامج بتاعها ما هو برنامج منقشة قضية دينية أو قضية تستحق أن يذكر فيها الشيخ الشعراوي شيخ الشعراوي أحد المجددين يعني كما يقول أن كل مائة عام يأتي من يجدد هو أحد هؤلاء المجددين هو اللي أثر فينا ويعلمنا وبسط الدين ووصل لنا المعاني القرآن بأسلوب ثلث فموجود في وجداننا وقمته بالنسبة لنا كإمام مجدد لن تنتهي مع مرور السينية فإنه يوصف هذا الوصف ده تطول غير مقبول تماما لا منها ولا من والدها الفنان شريف مونير واللي كان يجب أنه يقف عند حدها وقت ما تلفزت بهذا التلفز وما يجيش بعد كده يبرر أن هي أخطائت لا كان وقتها كان لازم يعلق لو الراجل لو هو عنده معلش مع احترامي لي لو هو عنده فكر وعنده إدراك بقيمة الشيخ الشعراوي بالنسبة لنا هذا الإمام العظيم كان يجب أنه يقفها لكن زي وما أنا يتطرب بتكلم عنه الأنسة أو المدام عن الشيخ الشعراوي الشيخ الشعراوي الوسطي المستنير اللي فيه الصفات العالم اللي كلنا بنجله إزاي يتقال على ده أمال يتقال على الآخرين إيه يتقال على الإخوان إيه اللي هم أبدعوا التطرب في الدين اللي هم أبدعوا الجريمة يعني حضرتك كفنان طرفوا تماما التطاول على الرموز طرفوا تماما إهانة العلماء الذين يتصدرون الصف ويصنعون لنا البوصلة والمصباح الذي ينير الطريق حضرتك من موقع الفن الجاد الرفيع ترفض أن يضمك خندق واحد مع هؤلاء المتطولين طبعا يا فن طبعا كل الرموز المحترمة في الدين وفي الفن لا يمكن أنا لا أقبل أن أي بنا آدم يطلع عشان يعمل شوء إعلامي يتطول على فنان راحل له قيمته وله بصمته في الفن إذا كان هذا بالنسبة للفنانين الكبار اللي علمونا وبنتعلم منهم إلى الآن وتاريخه وممجدوم بالنسبة لنا أحنا أسدزة أنا تشرفت أن أنا وقفت قدام فنانين كبار كل واحد منهم يا دكتور حسام كان بيديني بصمة وبيديني علامة أن أنا أتعلم منه إيش حال بقى بنتكلم عن الشيخ الشعرون ده إمام الدعاء جزيما إزيما إحنا إحنا عملنا له مسلسل إمام الدعاء يا دكتور حسام صحيح بتاريخه كل صفحة فيه كان لها قيمة إذن إحنا أغلقنا هذا الملف والشيخ الشعراوي تجددت جماهيريته وإن رغمت أنوف يعني هي من حيث لا تقصد هي أو غيرها تجددت جماهيرية الشيخ مرة أخرى وتجدد إظهار حب الناس له باعتباره ضميرا أخلاقيا لهذا الوطن أنا عوز أعرف رأي حضرتك وحضرتك تبعت بالتأكيد حادثة القطار ما صنعه الكمساري في القطار رقم 934 القطار المكيف الإسكندرية الأقصر لما طالب الشابين بدفع التذاكر ما معناش تذاكر فطالب الشابين بأن يلقيه بنفسيهما من القطار حالة سايرة الحالة الأولى محمد عيد فقدناه تماما محمد عيد 23 سنة من شبرى الخيمة ذهب إلى يعني عالم من لا يعودون ذهب إلى أو قضى نحبه والشاب الآخر أحمد محمد من الشربية 25 سنة بوترت قدمه الحادثة كانت مروعة لنا جميعا وعوز أعرف رأي حضرتك فيها بس هنستقبل أولا هذا الاتصال الهاتفي من محمد من الإسكندرية محمد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلى سلام أفنم ورحمة سنة الكبيرة يا سيد محمد شكرا يا سنم ربنا أحسن سيد محمد يعني حضرتك عاوز تعقب على ملف العنف والجريمة ولا على ما حدث من تطاول على إمام الدعاء الشيخ الشعراوي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أنا شاب عندي 26 سنة نعم الشعراوي بالنسبة لي هو أنا نحدد الوقت 26 سنة فاندم نحدد الوقت يعني أنا في الوقت اللي أنا فيه ده بعض قدام الشيخ الشعراوي هو من بسط الدين لي أنا كشخص هو من بسط الدين لي القرآن يا جماعة الشيخ الشعراوي ده حد لازم 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 يعني سوري في اللفظ مش نعمل له احترام لا نذكره إلا في الخير لأنه رجل خير شكرا يا سيد محمد شكرا جزيلا لك ولهذه المداخلة الدمثة شكرا جزيلا لك بس إحنا كنا عوزين نعرف رأي حضرتك أوليا في حادثة القطار هذا الكمساري العجيب اللي أكبر الشابين على فعل عجيب والغريب إنه الشابين انتثل للأمر وقفز من القطار طب ما يستنى لغاية ما ينزلوا المحطة الجاية يعني إيه العنف ده إيه الغل ده هل ده الشعب المصري الأغرب يا دكتور حسام إنه هو حطوا لهم ثلاث بدائل يتدفعوا السبعين جنيه ثمن التذكرة يا أسلمكو للشرطة و وطبعا أمامهم معهمش السبعين جنيه الثالثة إنهم يعني يتنطم القطار ده الثلاث بدائل اللي حطوهم قدام الشابين فطبعا دول باعين متجولين ما فيش معهم السبعين جنيه ممكن يكون لف اللفة بتاعته في القطار ودخل على المكيف اللي هو حصلت فيه الوقعة وما جمعش السبعين جنيه دي جزئة فهلا يمتلكوا المال طب ده طبيعي حضرتك كممثل رهيف الإحساس ويعني يقض الضمير طبيعي اللي بيطلوبه كممثاري ده ما هو طبعا هل كده بيقدي عمله أو مش طبيعي هو حطلوا مكتئرات كلها أصعب من بعضها الاختئر التاني أصعب طب وحضرتك كراسد للمشهد طبيعي أن يصمت الركاب ما دي بقى اللي دي المحزنة دي الشيء المحزن اللي أنا علقت عليه يعني مستمتعين بالمشهد العنف السادي ده هل السبعين جنيه ده لو كل واحد دفع جنيه لو كل واحد في العربية دي دفع اثنين جنيه هيلمه لسبعين جنيه هل ما استصرهمش التعند بتاع الكمثاري ولما من بعد طب خلاص لما وصل للحل التالي الحل التاني أن هما يتسلموا للشرطة معنا كده أن البضاعة اللي معاهم هتروح كمان يعني كمان هيدخلوا في موضوع أن هما يتعمل معاهم تحقيق وفي نفس الوقت هتصدر البضاعة وده كان اختار صعب بالنسبة لهم فهم اختاروا يبقى يتنطوا من القطر طبعا السلبية اللي عند الناس يعني مفيش واحد عنده يعني مروة ولا خير أنه يتبرع بالسبعين يا جماعة نلم من بعض ونتفعلهم دي السلبية اللي بقينا فيها دي القيم اللي حضرتك تربيت عليها وترب عليها جيله طبعا لكن يبدو أن هناك فجوة بين الأجيال وسعود إلى هذه النقطة ودور الدراما والسينما لأنها طرف في قفص المساءلة في هذا الخصوص في بعض الحصص طبعا مش في كل الحصص لكن نتلقى هذه المكالمة الهاتفية الأستاذ هدى من المنصورة السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك أستاذ هدى ومحيط حضرتك الكريم وأنا معذرة جدا بالبرنامج والموضعات اللي أصدرناها في البرنامج دي جميلة جدا 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 فأفتخر إن أنا من المنصورة من الدقالية محافظة لو ولد فيها الشيخ محمد متولش على هو عزباء الدقالية ما شاء الله والقراء الكريم أكثر من تسعين تلمية منهم من الدقالية كلهم مشايخ واقمة وخد أنا الأستاذ محمد لما حضرتك جبت سرت المنصورة تهلى لواجه وابتسم لأنه هو من المنصورة ليه الشرف أنا ليه الشرف إن هو من المنصورة وأفتخر إن أنا من المنصورة من أول ما باجي عنده صهركة الكبرى بقول أشهد وأنا لا إله إلا الله لأن أنا بحب بلدي قوي وعند كميل القسم في الشرقية بقول برضو دخلت بلدي بحس إن المنصورة دي بلد جميلة جدا بأهلها ونسب وقامتها والشيخها وعلمائها يعني أستاذة هودة أنا عاوز أسأل حضرتك عاوز أسأل حضرتك سؤال مباشر الشعب المصري الشعب المصري بقى عنيف أيها الشعب المصري أصبح الآن أكثر عنفا الجريمة تجاوزت يعني المساحات المتوقعة في مصر الأعلام الأعلام والسينما والولاد بيقلدوا تقليد أعمى محدش بيوجه الطفل الصغير ده عاملة زي العجيمة الصغيرة أنت بتشكلها فالطفل ده بيتشاب عامل زي السفنجة يمطط كل اللي بتعرض له بيمطط بقى فيه عم بقى فيه فاكر إن ده شخصية فاكر إنه هو إيه أنا راجل أنا بنت قوية ده غلط ده غلط وبعدين توجيه المسلسلات والأكلام على فكرة حضرتك بتتكلمي يا أستاذة هدى ومعنا طفلة في عرص في فرح عملة ترقص بالسينجة هي شافت المنظر ده في الدراما فبتقلده أيوة للأسف أنت تجي تسأل الولاد دلوقتي السوارين أنا عايز أشتغل إيه؟ أنا عايز أشتغل زي محمد روادها فتوة أنا عايز أشتغل أقاطع أنا عايز أشتغل تجر مخدرات فشين بيكسب فلوس كتير فين الهدف؟ شكرا أستاذ هدى شكرا أستاذ هدى على هذه المداخلة الدمثة الحصيفة بس إحنا يعني قبل ما نتطرق لمداخلة أخرى كنا عوزين نسمع تعقيد الأستاذ محمد صلاح الدراما متهمة السينما متهمة طبعا هم لها حق الأخت اللي كانوا بتتكلم أن الأولاد بيقلدوا للأسف الشديد النماذج اللي تصدرت لنا في الأفلام الأخيرة والمسلسلات كمان الدراما الدراما كمان للأسف الشديد بتاع التلفزيون بقى فيها نوع من الجرائم مع دكتور حسام غير مطروقة على مجتمعنا نهائي يعني بتدي للشباب كتالوج للجريمة؟ كيف ترتجب الجريمة كم معلم؟ هي دي النقطة الخطيرة اللي في الدراما إن إزاي إن إنت ككاتب كتبت هذا السيناريو أو هذا الفيلم أو المسلسل وكتبت فيه هذه المشاهد إنت الفنان بيقلد إحنا كنا زمان بنقلد المواصلين الكبار بس كان جيل عظيم كنا منقلد عبدالحليم في تسريحاته وفي لبسه وفي الشيكته وأحمد رمزي ومعروف عنك أستاذ محمد إنك إنت من فترة نهاية السبعينيات أو بداية الثمانينيات فصاعدا كنت تؤدي دور الضابط في عدد من الأفلام السينمائية لو عرض عليك دور مشهد لضابط يعذب متهما مثلا كنت ستقبل هذا الدور؟ أعتقد ما كنتش أقبله بس هي المسألة بتبقى الاختيار هتخاف على الشباب اللي بيتفرجوا عليك أن يحاكوا أو أن يقلدوا؟ بالتأكيد وده أخطر حاجة بالنسبة للممثل الممثل اللي عشان بيقلد والأخطر من كده بقى إنه بيعلم الجريمة يعني ما شوف الأطفال والشباب الصغيرين وهم دلوقتي شايلين السينج وده حصلت وقعه لأحد أصدقائي إنه لقى ابنه عنده حطت في وسط المكتبة بتاعته حطت سينجة وبلطة ومطوة وبعلم يقولك ده أنا مرقص فيهم في الفرح يعني بتقلد وهذا الخطير بالنسبة للفنان إنه بيعلم هي دي النقطة الخطيرة اللي أنا عايزة أجس فيه هذا هو الخطير بالنسبة للفنان أنه يعلم يباشر دور المعلم بزراجع لهذه النقطة الفنان المعلم بتعبيرك بس نتلقى هذا الاتصال الهاتفي سيدة ليلة من أكتوبر سيدة ليلة السلام عليكم ورحمة الله أهلا بك ومرحبا إيه رأي حضرتك في الملف اللي طرحينه النهاردة فأناني السيدير محمد طلاح من أورين استاذة وبرنامج البرواد الله يخليك من أور دائما بالمشاهدين أستاذة ليلة إيه رأي حضرتك في ملف العنف والجريمة في مصر شايف أنه العنف والجريمة في حالة تنامن وإنه ممكن يكون الدراما ضالعة في هذه المسألة أو بعض حصص السينما ضالعة في هذه المسألة بتعلم الولاد كتلوب مجاني لارتكاب الجرائم مثلا تمام تمام حضرتك رمضان بقى هو الأسطورة وبقى هو القدوة للشباب تمام مع أن إحنا لو رجعنا للعصر الإسلامي وشوفنا القادة في الإسلام كنا هدلاقي أن الأبطال الإسلام بيشاركوا في الحروب أن هم عندهم 15 سنة أستاذ الأي لحضرتك شايف أنه جريمة الجريمة التي ارتكبت ضد محمود البنة والتي استوجبت أن يدشن هاشتاج حاكم راجح وأنه الجريمة التي ارتكبها الكومساري بالدفع بشابين إلى إلقاء الجثامين من القطار وهو في حالة سرعة شايف أنه الجريمتين كانت جرس انذار قوي جدا لنا بالضبط الجريمتين جرس انذار علشان يفوقونا لأن الإنسانية باتت تكون معدمة مفيش إنسانية ولو إحنا قلنا أن ده حدث وعنده 18 سنة لا مفيش حاجات ما حدث حضرتك بتتكلمي والأستاذ محمد بيتابع معنا وإحنا بننقل مجموعة من الخناءات والمشادات من داخل الشارع المصري ده مش فيلم للأسف مش فيلم اللي يوسف شهين ده واقع يحدث يوميا يوميا بيحدث في الشارع المصري وفي محطات المترو وفي الشوارع مع طلبة المدرسة وبالأخص طلبة المدرسة من سن 12 سنة لحد سنة 18 سنة كل الشكر والتخدير أستاذة ليلة بشكرك على هذه المداخلة أستاذ محمد يعني لك تعقيب على ما نراه من مشاهد للأسف اللي شوفناه ده لا كانش فيلم ولا حاجة ده واقع موجة العنف موجودة في المجتمع دلوقتي بشكل فضيئ جدا يا دكتور وبعليل الأسف الشديد موجودة عند الأب اللي بيدرب ابنه بعنف عشان يعلمه موجودة عند المدرسة اللي بيهين تلمزيته إلى درجة الإهانة والمدرسة اللي داست على بقدمها وبجسمتها على رأس طالب موجود في المجتمع بشكل متنامي وبعدين إحنا مع احترامي إحنا بعد فترة أو بعد ثورة يناير اللي قيل عليها هذه الثورة اللي حدثت ونقلت المجتمع بلا شك إلا لعالم آخر على فجرة الرجل تتكلم ده مشاهد لمحمد رمضان هذه المرة انتقلنا من الشارع إلى البلاتوهات أو إلى أماكن التصوير المفتوحة محمد رمضان بإيده وبرجله وبكوعه يعني كل أشكال العنف التي تستوطن البيوت ما هو بما هو الإعلام أنا قلت البيت والمدرسة واللي بحصل فيها والمجتمع الشارع اللي بحصل فيه وكمية العنف اللي تصدرت لنا بعد أيام صورة يناير والله والكافي اللي كان موجود في شارع محمد محمود والجرائم اللي كانت بترتكف كل ده أنتج يا دكتور أن كمية البلطاجية والعنف ظهرت كل اللي كان عنده وازع بحكم تربيته أو بحكم مجتمعه أو بحكم البيئة اللي هو ظهر فيها لا البيئة مناسبة أنه هو خلاص يعني الهبات الشعبية في العالم العربي أظهرت أشياء سيئة داخل طبعا أظهرت في المجتمع المصري طبعا نعود لأدي النقطة بس تعال كده نشوف المتدخلين هيترحوا على حضرتك بعض القضايا بعض الأسئلة والملفات معنا هاني من القاهرة هاني السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله أهلا بك أستاذ هاني أرحب بك أرحب بالفنان المحترم محمد صلاح شكرا أن أرحب بك أرحب بك أستاذ هاني إرحب في ملف العنف والجريمة في مصر والكيرف اللي عمالي أعلى ده أستاذ محمد دلوقتي قال الأسباب كثيرة هي فعلا الأسباب كثيرة لكن اللي بيظهر أفندم بيؤثر أكثر ما يراه الشاب أو ما يراه الطفل أو ما تراه المرأة أو ما يراه العجوز يؤثر أكثر لأن الشاب بيشوف عايز يعمل أفندم بصة أفندم الأعلام يجب أن يحاسم من الآخر الأعلام يجب أن يحاسم والأستاذ محمد يتفق معاه في كده الغلط يحاسم لا يعرى أنت عامل شكل حيثيك للمجتمع حيثيك للبلد حيعرف الشاب بحاجة ممكن ما تكونش على ده أفندم أنا أتكلم حضرتك يعني بالعربي أو بالبلدي لأنه هو ده الصح من وجهة نظر على أقل لكن أظن أن حضرتك يتفق معاه ما يرى يعني الشاب بيشوف الطفل بيشوف حينسي ليعمل في الشيارة حيعمل في البيت شكرا أستاذ هاني كل شكرا والتقدير أستاذ هاني من القاهرة مع زراء يعني كنا نود أن نسمع أكثر لكن عشان نتيح الفرصة لفناننا القدير الأستاذ محمد صلاح أستاذ محمد واضح أن المداخلات مركزة على فكرة أن هؤلاء أخذوا الكتالوج من الشاشة وأن الشاشة غذتهم بمقادير من العنف وعلى فكرة عشان برضو نكون منصفين ده مش مصريا فقط ده عالميا كمان يعني في جريمة ارتوكبت في أمريكا ارتكبها شخص عنده 23 سنة اسمه دايمن بيري هذا الشخص قام بقتل شخص آخر باستخدام السكاكين المطبخ والجتار الكهربائي وجهاز الميكرو ويف لأنه رأى مسلسلا أمريكيا بعنوان The Walking Dead بيقتل شخص بنفس الطريقة ثم يظهر الزومبي الخاص بهذا الشخص الشاب 23 سنة نقل الجريمة نقش الجريمة كما هي وطبقها في واقع الحياة فتنادت الصحف الأمريكية وجب أن نحذر من عنف الدراما ألا ينبغي أن نتنادى نحن أيضا وأن نطرح نفس السؤال والهاجس ينبغي أن نحذر من عنف الدراما المصرية طبعا هو يعني بعد ما أنا قلت الأسرة والمدرسة والمجتمع في عيب عيب أن إحنا يا دكتور أن إحنا بناخد لما بنجي بنعالج الدراما بنقول ده إحنا بناخد من المجتمع يعني معلش مع الأستاذ خالد يوسف لما عمل أفلام جب أسوأ ما في المجتمع وعملها فيلم زي هو بيقول ده واقعية لا واقعية وليست هذه هي الواقعية فيلم زي بتاع طب هو صلاح مصيف ما أدم لناش واقعية عاطف الطيب ما أدم لناش واقعية ده الواقعية المحترمة بس أدم واقعية تستطيع أن تقرأ من خلالها حركة مجتمع ما اضطرش بقى لعلاقات الأسرة والفراش الله يفتعليك فيلم حينما يصار اللي عمله خالد يوسف ده عمل جاب كل موبقات المجتمع وحطها في فيلم وفي شريحة معينة أو في مجتمع معين قد يكون عشوائي في الوقت ده اللي الحمد لله نحمد ربنا أن العشوائيات بدأت تنقرض من القاهرة ومن المجتمع لكن هل هذا النموذج أو هذه المنطقة ما فيش فيها دكتور ما فيش فيها مهندس ما فيش فيها ناس محترمين فإزاي أن أنت كمعالج درامي تجيب أسوأ ما عندك وتعرضه هي دي الدراما السيئة ممكن أن قد يختلف معك أستاذ محمد يقول لك أنت متحامل شوية عن الدراما لا أنا مش متحامل أنا واقعي الدراما كان فيها برضو أسام أنور أوكاشة وكان فيها محمد صفق عامل كنا بنطلع بقيم يا دكتور حسام كنا بنطلع بقيم أنا دايما أقول كلمة واحدة أو مشهد واحد في مسلسل درامي ممكن يعلم الشاب ممكن أن يقال في محاضرات كمحاضر ودكتور ممكن يقعد ينصح بالساعات خلينا أسألك سؤال يا أستاذ محمد أنت تعاملت مع المخرج الرائع نادر جلال تعاملت مع المخرج الراحل حسام الدين مصطفى تعاملت مع كل هؤلاء هل تعتقد أن مخرجا من هؤلاء داخل البلاتو كان يمكن أن يصور مشهد اغتصاب امرأة كاملا ما أعتقدش كل الفنانين كل المخرجين العزامدل ودكتور حسام قدموا لنا الفن بالجمال الفن أصلا جميل يعني هو هو موازي لكلمة الجمال أنا لو أشوف فيلم لازم أطلع بقيمة جمالية وهنا مسؤولية مسؤولية مشتركة ما بين الكاتب اللي كتب وبين المخرج اللي بيترجم هذا الكلام أو هذا السيناريو إلى فيلم وبين الفنان الفنان آخر واحد ممكن أن أنا أسأل لكن الفن دلوقتي المسألة المعايير كلها اختلفتها دكتور حسان طب تعالى كده أستاذ محمد نشوف صورتنا في المرأة القضية مش قضية محمود البنة شهيد الشهامة اللي بيقول للشابين ما تعملوش كده في البنت فما كان من الشاب راجح إلا أنه جاب شابين تانين ووزعوا الأدوار على نفسهم واحد مسك حبل يقوموا بتقييده واحد مسك بخاخة والتالت مسك المطوى وطركوا محمود البنة مجندلاً أو غارقاً في دمائه القضية مش كده بس في بورسعيد في شاب قتل إثر مشاجرة مع طالب في الثانوية عاطل عنده 19 سنة عليه ثلاث أضايا ولم يتركوا هذا العاطل إلا وقد سقط على الرصيف أو على الأسفل فاقد الحراك في دمياط وصل الأمر إلى خلاف بين تلميزين على عبوة عصير عبوة عصير في دمياط جاب آلة حدة وذبحه من رقبته يعني يعني تلميز بيفكر في هذا السن في الزبح والذبح ده أعلى أشكال العنف العنف السادي يعني تخيل معي أن تلميذا يفكر في فصل رأس صديقه أو زميله على التختة فصل رأسه عن جسده لمجرد نزاع على عبوة عصير كلام ده في دمياط في تلف المنوفية في طالب في الثانوية أراد أن يجبر امرأة في العقد أو في العقد الثاني من العمر على ممارسة علاقة غير شرعية معه ولما رفضت أمسك آلة حديدية كبيرة وهوى بها على رأسها ثم أخذ يجعلها ترتطم بكتلة أسمنتية وسقطت فاقدة الحراك والحياة في الدأهلية تورت شقيق في قتل أخي شقيقه أتل شقيقه أتل أخوه بتحريد من سيدة وللأسف الفيديو نزل ويظهر في الخلفية صوت السيدة وهي تحرد أحد الأخوين أن يقتل أخاه وفعلا أتله يعني أنا بعمل كده يعني مسح راداري لجرائم خمس ست جرائم في أقل من شهرين على هذه الشاكلة هرجع تاني للدراما لأنه من الناس تقول أن إحنا بنفتري على الدراما في 2016 لجنة رصد الدراما المنبثقة من لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة في 2016 رصدوا في المسلسلات المعروضة 1600 مشهد عنف 1600 مشهد عنف 1600 مشهد عنف تعقيبه ترقب مهول طبعا وشوفنا نوعيات من المشاهد لا يمكن أنها تغرض على أسرة أبدا الأب 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 أبوه والسيدة اللي بتدوب عشاقها في البني وبمية النار هذه مشاهد سادية ما ينفعش تكتب في الدراما ولا تتعرض في الدراما يا دكتور حسان اللي بتعمل العمل محمد رمضان واللي للأسف الشديد خلى الشباب كلها يتقلده هو فنان وفنان موهوم لكن ازاي تسيب نفسك لهذه الموجة ازاي تكون قدوة لشباب جمهور محمد رمضان مين يا دكتور تعارف حضرتك على ذكر اللي حضرتك بتقوله ده ان فعلا محمد رمضان موهوب فنين طبعا محمد حبوشة كتب له مقالة في اليوم السابع بيقوله لا تقتلوا محمد رمضان بل ارموه بحجر ليفيق ان محمد رمضان سرقا السكينة مبسوط من التيار ده مبسوط من الاتجاه ده ومبسوط من اللي بتسعيل الملايين كمان يا دكتور المسألة مسألة ايه الوقت انا الموجة دي هم عايزينها السبكة عايزها وناس معينة وبعدين يظهر مع الاشبال والاسود فكل واحد يجيب له كلب دوبرمان قد كده ويقعد يخوف به الناس في الطرقات ده احنا داخلين كده على منعطف خطير لا وطب انت كمان بيتطاول على الكبار ومحمد برغم الموهبته دي موهبته دي هتا يعني هيجي لها وقت واللي هو بعمله ده كلها هتقدع عليك فنان لان انت سيبت نفسك للمنتجين الافلام بتاعته الافلام اللي بتتعامل دي بيجيب لهم فلوس من جمهوره جمهوره الاطفال اللي احنا بيتكلم عنهم من اتناشر سنة لعشرين سنة وخمسة وعشرين سنة دول اللي بيدفعه الملايين للمنتج اللي بيدفع الملايين وبيدفع بيدل محمد رمضان الملايين بكلم في ستين مليون في مسلسل يا دكتور يعني الفيلم بياخد فيه كم مليون يعني القضية ان فيه رأس مال بيغذي داخله هذا الاتباس بيستغله كفنان وبيديله اطار النجومية تقطير النجومية عن طريق رأس المال ده طبعا بيستغله كفنان وبيستغله موجة معينة مع افلام المهرجانات والمقدرات وبيعلموا الناس ازاي الشباب ازاي يشم وازاي يضرب وازاي يستعمل ويرقص بالمطاول والسنة على فكرة سيد محمد عالميا الموجة السائدة عالميا الان في الدراما في العالم مش موجة الاكشن بالعكس عادت موجة الافلام الرومانتيكية مرة اخرى ويشاهدوا عدد كبير من السيدات فوق خمسة واربعين سنة فصاعدا لكن معرفش احنا ليه بناس بحدد من الطيار ومتصورين انه الاكشن ده هو عنوان المرحلة هناك فرق برضو يا دكتور ما بين الاكشن وبين افلام الجريمة فيه اكشن جميل فيه اكشن محترم فيه افلام اكشن بمعنى الكلمة اللي هي افلام الحركة او الافلام اللي فيها الحركة الشديدة لكن انت بتصدر المجتمع الامريكي ما فيه اقزر انواع الجرائم والافلام اللي بيعملوها فيه نوعية من الافلام دي يعني نسبتها كام يا دكتور وانت تعلم هذا نسبتها كام جميل الافلام اللي بيعملوها التانية اللي كلها جمال وكلها دراما محترمة وكلها لكن بيصدروا لمجتمعاتنا البطل الخارق والجريمة واللي لازم يقضي على كل واللي عمل محمد رمضان بعد يكنه بيعمل كده لازم يطلع البطل بيموت كل الناس ويبقى هو المنفرد طب انت حضرتك بقارنة استشعارك بالبصيرة الفنية اللي داخلك حاسس ان الموجة دي هتنحسر؟ اكيد هتنحسر اليومينجور اكيد لان برضو بعد ما دوقنا الحنضل والقرار بس عايزين اعلام واع يا دكتور عايزين اعلام يركز على على الاجابيات يركز على القيم اللي احنا عشناها احنا عشنا قيم محترمة انا من جيل اتربنا في المدارس وكونا بنحترم المدرس كانت ضربة في المدرسة ليه قيمة بنتعلم منها مدرس الانجليز بتاعنا وانا عايل في ابتدائي لما كانت بضربنا بحيثة عصايا كده ولا نظر المدرسة رحمة الله عليه وزح حيثة خرزانة كده علمونا وربونا تربية محترمة طلعوا جيل واجيال محترمة كلها نكحة انا ما افتكر زميلي ودفعاتي في سنوي واعدادي اللي ربونا واحنا صغيرين دول وعلمونا وعلمونا لغة العربية وعلمونا الشعر وعلمونا الادب يعني اذا صيحت حضرتك في نهاية الحلقة انه وجب الان اعادة ترتيب البيت الفني من الداخل وجب الان على صناع الدراما وصناع السينما المصرية اعادة ترتيب البيت من الداخل بعد ان تسببت هذه الحصص غير المدروسة غير المسؤولة في ان تصدر مقدارا من التفسخ الاجتماع للأسرة المصرية وان تضاعف معدلات الجريمة ويعني صيحة الممثل القدير السيد محمد صلاح وهو من داخل الخندق الفني صيحة واضحة تعقيب بسيط جدا ان شاء الله احنا بنعتبر فيلم الممر واحنا سبق ان احنا علقنا عليه بداية التعافي بالزبط هي بارقة الامل انا قلت ده بارقة امل اللي عودتنا بقى للدراما الحقيقية وللوطنية وللقيم اللي احنا تربيني عليها وهتنحسر ان شاء الله ان شاء الله هتنحسر الموجة السلبية والموجة دي كلها وجمهور اللي اجتمع على هذا الفيلم مجتمع بحاله ميت مليون واكثر وجير الدول العربية وهيبقى من يباشر الجريمة مش نمبر وان مش هيبقى نمبر وان ابدا تمام كل الشكر والتقدير للممثل القدير الاسد محمد صلاح الذي يصلنا دائما بافق الفن الجميل وزمن الفن الجميل تابعنا هذا الانسان ونحن ندرج في سنوات الدراسة المبكرة كنا نتابع حصصه المميزة مسلسل القضاء في الاسلام مسلسل عصر الائمة الافلام السينمائية الهادفة التي ظهرت في الثمانينيات الاسد محمد صلاح كان قاسما مشتركا في كثير من الحصص المثقفة المنورة التي أضاءت البيوت بالاستنارة والاعتدال وقيم الفن الرفيعة احنا مش أقل من تونس اللي في 2015 أصدرت الهيئة العامة العليا للاتصال السمعي والبصري بيانا تحذر فيه من عنف الدراما التونسية ومحنش أقل من الجزائر اللي أصدرت فيه 2012 تحذيرا من أنه تم انتحار 15 طفل حاولوا أن يقلدوا مسلسل كرتوني اسمه المحقق كونان لسنا أقل من هؤلاء الأمر بحاجة إلى عادة ترتيب البيت البرواز اليوم من خلال لوحته يطلق صيحة التحذير نض العنف يرتفع نض الجري ما يعلو وأصبح الأمر بحاجة إلى تدارس البيت واحتواء البيت من الداخل ريث ما نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم وأجدد الشكر للممثل القدير أستاذ محمد صلاح الذي أبحر معنا في هذا الملف في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته